هنا تبدأ مراحل التجهيز والتعبئة والتغليف للمساعدات التي يتم إرسالها إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر حيث تعمل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على تقديم المساعدات الإنسانية والصحية للأشقاء هناك وقد عملت الهيئة منذ وقوع الزلزال على تسير القوافل البرية والطائرات إلى المناطق المتضررة لمساعدة الأسر هناك تم إرسال منذ وقوع الحادثة إلى غاية الآن تم إرسال 13 طائرة منهم 10 طائرات إلى تركيا و3 طائرات إلى سوريا وصلت طائرة إلى مطار حلب في اليوم 9 الشهر بعد الحادثة المباشرة بعد الزلزال المباشرة إلى مطار حلب وكانت أول طائرة تحبط في مطار حلب محملة بالمواد الإنسانية والمساعدات بعد ذلك تم التنسيق مع الجانب السوري لإيصال المساعدات إلى الشمال السوري وإلى المناطق المتضررة في حين تقوم الممثليات الدبلوماسية الأردنية في المناطق المتضررة باستقبال المساعدات الإنسانية والطبية ودعم المتضررين جراء الزلزال المدمر ومساعدة الأسر الأردنية والبحث عن المفقودين الأردنيين وتخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى وتقديم الدعم اللازم شكلنا غرفة عمليات فورا لمتابعة أمور الجالية الأردنية سواء طلاب أو أشخاص أو عائلات مقيمين خاصة بالمحافظات الجنوبية التي ضررت من الزلزال أعلننا أرقام الطوارئ والواتساب وآليات التواصل وزدنا هذه الأرقام إلى خمس أرقام بعثنا فرق من السفارة إلى المحافظات الجنوبية خاصة محافظة هتاي ولا يزالوا موجودين هناك لمتابعة البحث عن الشقيقين الطراونة والسفارة موجودة بأنقرة بعيدة أحيانا لمدة عشر ساعات بالسيارة عن بعض المناطق لتأمين المأوى أو تأمين انتقال العائلات أو محاولة توفير أي احتياجات إلهم وتتواصل حملات الإغاثة واستقبال التبرعات التي تقوم بها الأسر الأردنية والشركات والجمعيات الخيرية والأهلية للتأكيد على تكاتف الأردنيين والتفافهم خلف قيادتهم الملك عبد الله الثاني في الوقوف إلى جانب الشعوب المنكوبة دام الكردي زاكروس الفضائية عمان اشتركوا في القناة